الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي تجلى بجلاله وجماله وكماله فملأ الكون بنوره وضيائه ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن وله وبعد أيها الأحب الكرام أحييكم جميعا بتحية الإسلام تحية أهل الجنة وتحية أهل الجنة السلام فالسلام عليكم جميعا ورحمة من الله تعالى وبركاته وأرحب بكم إلى هذا اللقاء الإيماني الربني وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأحباب الكرام أدعوكم إلى هذا اللقاء الإيماني الربني نتأمل في الأحاديث القدسية التي يرويها سيدنا النبي محمد بن عبد الله عن رب العزة جل جلاله كل يوم جمعة نختار حديثا قدسيا فيه من المعاني والعبر والعضادات ما الله به عليم حديثنا اليوم عن تودد الرب للعباد الله عز وجل يتودد إلى خلقه الله تعالى البعض يتصور الإله أنه فقط شديد العقاب وأنه يبتلي بالمصائب وأنه يشدد الخناق وأنه يتوعدنا بعذاب القبر ويتعود ويتوعدنا بنار جهنم هذا التصور حقيقي لكن ماذا يمتل أمام رحمة الله التي وسعت كل شيء وهو القائل ورحمتي وسعت كل شيء الأصل في الله عز وجل هو الرحمة المطلقة أنه يعطي بلا حساب وأنه يكرم وأنه يجود وأنه يرحم وأنه يشفي وأنه يطعم وأنه سبحانه وتعالى ما يزال يتودد إلى خلقه بالمحبة وبالمودة تعالوا بنا ننظر في بعض الأحاديث القدسية التي تتناول هذه المعاني روي عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عن رب العزة أنه قال إني والإنس والجن في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري أرزق ويشكر سواي خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعب أتودد إليهم بالنعم وأنا الغني عنهم ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر ما يكونون إلي أهل ذكري أهل مجالستي من أراد أن يجالسني فليذكرني أهل طاعتي أهل محبتي أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي إن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن أبوا فأنا طبيبهم إن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن أبوا فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب من أتاني منهم تائبا تلقيته من بعيد ومن أعرض عني ناديته من قريب أقول له أين تذهب ألك رب سواي الحسنة عندي بعشر أمثالها وأزيد والسيئة عندي بمثلها وأعفو وعزتي وجلالي لو استغفروني منها لا غفرتها لهم هذا الحديث القدسي ذكر فيه أهل الحديث بأن في سنده مقال ولكن أهل الفقه والمقاصد والأصول وأهل الذكر قالوا إن معناه صحيح فهو يتحدث عن طبيعة الإنس والجن هؤلاء المخلوقات عن طبيعتهم وعن طبيعة الله جل جلاله الذي رحمته وسعت كل شيء رغم أنه خلق الخلق وأنعم عليهم لكن أكثر الخلق كفروا نعمة الله ولم يعبدوه ولم يوحدوه بل ولم يوقروه منهم من عبد الأصنام منهم من عبد الشياطين منهم من عبد القبور منهم من عبد الهوى وتناسوا نعم الله بل منهم من أنكر وجود الله بل منهم من سب جلال الله وشتم الله لا حول ولا قوة إلا بالله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى يقول في الحديث الصحيح لا أحد أصبر على أدا يسمعه من الله لما كان سيدنا النبي يتعرض للبلاء ويتعرض للآذى من طرف مشرك قريش وبعض الصحابة يقولوا يا سيدنا رسول الله لم نرى أصبر منك قال لهم لا أصبر الصابرين هو الله عز وجل لا أحد أصبر على الله على أدا يسمعه من الله أن المشركين يجعلون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم قالوا لله ولد وهو يقول قل هو الله أحد الله الصمد وفي الصحيح قال رب العزة كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأ وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته هذا أول تكذيب هناك طائفة من الملحدين والدهريين منذ زمان إلى عصرنا هذا إلى قيام الساعة يكذبون البعث والنشور ويكذبون كل ما جاءت به الأديان قال ماذا يقولون يقول أحدهم لن يعيدني كما بدأني ورب يقول وليس أول خلق بأهون علي من إعادته أما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد ثم شتموا الله تعالى بكثير قالوا إن الله فقراء ونحن أغنياء وقالوا بأن لله البنات ونحن لنا الدكور وقالوا بأن الله تعالى يعذب وقالوا كلام كثير فيه شتم وتكذيب لله عز وجل والحق أن الله تعالى هو أرحم الراحمين وهو أكرم الأكرمين وهو يعفو ويغفر ويتوب وهو يحب أن يظهر لعباده حلمه وصبره وجوده وسعة رحمته وهذا الحديث القدسي إنما ربنا عز وجل ينتصب لكي يبين حقيقة أمره لخلقه هناك خلق من الإنس والجن قد أساء الأدب مع الله عز وجل وضن فيه الضن السيء لهذا يقول ربنا سبحانه إني والإنس والجن في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري أرزق ويشكر سواي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله عز وجل هو الذي خلق هو الخلاق خلق جميع الخلق هل يزعم أحد أنه خلق الخلق حتى الطبيعة منه من يقول نحن خلقنا بالطبيعة يا سيدي الطبيعة صماء بكماء جهلاء هي أصلا مخلوقة فالله تعالى هو الذي خلق والقائل الله خالق كل شيء وهو سبحانه قائل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لماذا خلقنا؟ خلقنا من أجل العبادة سيدنا عبد الله بن عباس لما فسر هذه الآية قال ما معنى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هل العبادة هي الصلاة؟ هي النوافل؟ قال لا قال العبادة معنى إلا ليعبدون يعني إلا ليعرفون المعرفة أنك تتعرف إلى الله تتعرف إلى ذاته العلية تتعرف إليه من خلال أسمائه الحسنة تتعرف إليه من خلال الكون من حولك هذه السماوات الأراض والأراضين السبع كيف رفع السماوات بغير عمد وكيف بسط الأرض وكيف شق الأنهار وكيف جعل البحار فيها مد وجزر وهذا عدب فرات وذاك ملح أجاج وكيف جعل الجبال رواسية أن تميد بكم وكيف جعل النباتات أشكال وألوان والثمار والفواكه وخلق الأنعام وخلق الطيور في السماء والحيتان في قاع البحر كل مسخر لكم وفي أنفسكم أفلا تبصرون انظر إلى نفسك أنت أنت أكبر دليل على عظمة الله وجلال الله وإبداع الله وإتقان الله وجود الله أعطاك السمع والبصر والعقل والفؤاد لا حول ولا قوة إلا بالله ومع كل هذه النعم يتبغضون إلى الله والله تعالى يتودد إلى خلقه الله عز وجل منذ الأزل عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال الأمانة أمنت العبادة وأمنت الخلافة جمع الله تعالى في صعيد واحد جمع السماوات السبع وما أعظمها وجمع الأراضين السبع وجمع الجبال وقال من منكم يتحمل الأمانة أنه يتعرف إلي ويعبدني طواعية لأن كل ما في الوجود يعبد الله تعالى كما أمره سبحانه ولكن ربنا يريد مخلوق يعبده طواعية لا أحد يستطيع ذلك فقال سبحانه إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان الإنسان هذا الكائن الغريب هذا الكائن المنفعل الذي له عقل يعقل صاحبه وفيه قلب لأنه يتقلب هذا الإنسان انتصب وقال يا رب أنا لها أنا لها أنا أقبل أن أحمل الأمانة فأعطاه الله إياه وقال إنه كان ظلوما جهولا ومن رحمة الله تعالى أن سخر لنا كل شيء في الوجود وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه هذه في القاعدة الفقهية تسمى بالإباحة المطلقة نحن عندنا الإباحة الواسعة الموسعة الأصل في الأشياء أن كل شيء مباح في الفقه الإسلامي الأصل في الأشياء الإباحة المطلقة والحرام ما يدل النص على حرمته والدليل هذه الآية وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه يعني قلوا واشربوا وفعلوا ما شئتم كل شيء مباح حرية مطلقة بهذه الآية التسخير أما الممنوعات فهو ما جاء منصص عليها وهي محدودة على رؤوس الأصابع حتى الأنعام والأنعام خلقها لكم كل شيء الله عز وجل رغم هذه النعم كلها لما يرزقنا يقول وأرزقوا ويشكروا سواي أبونا هو الذي يعطينا كل الرزق ولكن الناس لا يشكرون الله تعالى بل يشكرون الآخرين يشكرون زيد ويشكرون عمر فولا أعطاني سيارة فولا أعطاني أعطاني بركة مال فولا أعطاني قفة غداء فولا أعطاني أعطاني امتياز في الحياة كل هذا يشكرون الخلق وينسون الخالق لأن هؤلاء الذين أعطوك مهما كان مقامهم هم مجرد وسائط مسخرون من جهة الله اشتنمانضة ديالك الراتب الشهري ديالك لخضيته اعلم بأن الذي أعطاك وهو الخالق عز وجل وربنا من رحمته جعل وسائط بينك وبين اللي أعطاك هذه الراتب جعل وزارة المالية وجعل رئيسك المباشر وجعل قطاع بانكي وجعل مجموعة وسائط ووسط إليك الراتب الشهري والأصل أن الذي أعطاك هذا الرزق هو الحق عز وجل وكل ما عداه مجرد وسطا وقس على ذلك الناس عوض أن يشكرون الرازق يشكرون غيره ويتفننوه في الشكر الملكي بغير تكلم لسنة شكر إنسان تفنن في العبارات لكن الله تعالى وقليل من عبادي الشكور فمن عرف الله تعالى وعرف أعمال الله وأفعاله أدرك بأن المنعم الحقيقي والرازق الحقيقي هو الله تعالى انظر الشمس والقمر والنجوم كل لغة مسخرات بأمره كالقلم في يد الكاتب كل مسخر ثم يقول خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي للأسف هذا هو الواقع واقع أكثر الخلق منذ زمان إلى عصرنا هذا إلى قيام الساعة الله تعالى كل يوم ينزل علينا خيرات لو كان لا يحبنا لما أنزل علينا المطر ولما أمر الشمس بأن تشرق في ساعتها وتغرب في ساعتها ولما أمر القمر أن يبزغ بنوره الهادئ في السماوات وما أمر الرياح أن تذهب بالهواء إلينا مجانا ولما أمر بالأرض أن تدور مدارها المحدود والبحار أن تمشي وفق المد والجزر خيرات ربنا خير إليهم نازل وشرهم إلي صاعد وأشد الشر هو الإنكار يأكل النعمة وينكرها تعرفون نعمة الله ثم تنكرونها شرهم إلي صاعد أشر الأشرار إنكار النعم وحتى لو كان هناك معاصي وكان هناك خطايا ربنا سمى نفسه الغفار من أجلنا أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي الله تعالى دوما يتحبب إلينا ويتودد بالعطاء احصي نعم الله عليك ستجد بأن نعمة الله لا تحصى كل هذا تعبير عن محبة الله وعن كرم الله نحن الآن في زمن الكورونا الناس يقولون الكوكب الأرضي المغضوب عليه وأن الرب قد غضب على العباد ولكن بالله عليكم كل يوم توضع بين أيدينا موائد فيها طعام وشراب وفواكه ألوان وأشكال شتى هل المغضوب عليهم يتنعمون بهذه النعم الناس بصحة وعافية جيدة يتجولون في الأسواق ويدهبون الآن الشواطئ ممتلئة والمنتجعات السياحية في اكتضاد والخير يعم الجميع هل هذا غضب لو غضب الله على الخلق لأفناهم ولكنه يتودد إليهم بالنعم إلا أن الخلق يتبغضون إلى الله بالمعاصي نحن المطلوب أن نعبده سبحانه يا أيها الناس أعبدوا ربكم وقال وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه الواجب على الجميع أن يعبد الله تعالى وحده بالصلاة والصوم والدعاء والاستغاثة وبكل الأعمال التي طلبها منا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء أما الإنكار إنكار النعم فهذا هذا من أسباب عدم عدم الإجابة بعض النسي قل لك أنا أدعو ودعوتي لا تستجاب ربنا يعطي بلا حدود الله تعالى كريم الله تعالى جواد إن سألته أعطاك أن تتمر على غني من الأغنياء عنده مال تقول له اعطيني فيعطيك هذا بشر ويعطيك تدب إلى إدارة إلى مؤسسة تلتمس منهم خدمة ويقدموها نالك هذا بشر ويعطونك فما ظنك بالخالق لخلق الإدارة والمؤسسة وخلق الغني والأغنية ولكن لماذا بعض الناس يدعون ولا يجيبون لا يستجابوا لهم الجواب ذكره الولي الصالح إبراهيم بن أدهم هذا العارف بالله رجل من الصالحين وقد كان رئيس عصابة إبراهيم بن أدهم معروف أنه كان رئيس عصابة وأنه كان من قطاع الطرق وأدركته رحمة الله فتاب وتخلص من كل دنوبه وصار من الصالحين وصار من الأخيار حتى صار من العارفين بالله بل منهم من يصنفه من أولياء الله الصالحين إبراهيم بن أدهم كان في العراق مر يوما في سوق البصرة فاجتمع الناس إليه وسألوه قالوا له يا إبراهيم ما لنا ندعو الله تعالى فلا يستجاب لنا فبكت عيناه وأذرفت دموعا حتى ابتلت لحيته طاطأ رأسه ثم قال لأن قلوبكم ماتت بعشرة أشياء عرفتم الله تعالى فلم تؤد حقه وقرأتم القرآن فلم تعمل به وأكلتم نعمة الله ولم تؤد شكرها وقلتم إن الشيطان عدو لكم ووافقتمه وقلتم إن الجنة حق ولم تعملوا لها وقلتم إن النار حق ولم تهربوا منها وقلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له وزعمتم محبة النبي وتركتم سنته وانشغلتم بعيوب الناس ونسيتم عيوبكم ودفنتم موتاكم ولم تعتبروا عشرة من الأشياء سببا في موت قلوب الناس نسأل الله تعالى أن يتوب علينا وأن يحيي الإيمان في قلوبنا الفضيل بن عياد هو أيضا من الصالحين من الأخيار العارفين بالله كان دائما يقول إياكم أن تبغضوا الخلق في الخالق حببوا الخلق في الخالق لأن الخالق يتودد الخالق يتودد إلى خلقه إياكم أيها الدعاة إياكم أيها العلماء إياكم أيها الفقهاء أن تشددوا في الخطاب فتبغضوا الخلق للخالق بل حببوه إليهم كان يقول ما من ليلة يختلط ظلامها إلا ناد الجليل جل جلاله يقول من أعظم مني جودا الخلائق لي عصون وأنا أكلأهم في مضاجعهم كأنهم لم يعصوني وأتولى حفظهم كأنهم لم يدنبوا أجود بالفضل على العاصي وأتفضل على المسيء من دا الذي دعاني فلم ألبه من دا الذي سألني فلم أعطه أنا الجواد ومن الجود أنا الكريم ومن الكرم ومن كرمي أني أعطي العبد ما سألني وأعطيه ما لم يسألني ومن كرمي أني أعطي التائب كأنه لم يعصني فأين عني يهرب الخلق وأين عن بابي يتنحى العاصون هذا من كلامي الفضيل ابن عياد العارف بالله فربنا عز وجل يتودد إلينا حتى العصات العصات مننا نخطئ ويسترنا مرة سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام قال يا رب اكشف لي اكشف لي عن المستور قال يا إبراهيم إنك لا تستطيع قال يا رب اكشف لي فاستجاب الله له وكشف له عن المستور صار يعرف ماذا يقع في البيوت فنظر عن يمينه فوجد جيران له جالسون يشربون الخمر بالليل هم من الصالحين لكن فوجى إبراهيم الخليل بأن هؤلاء الجيران صاروا يشربون الخمر فغضب وقال قبحكم الله قاتلكم الله فغضب بصره والتفت جهة شماله فإذا به يرى في البيت الآخر الموالي شخصا آخر يزني في عمل مشين فغضب إبراهيم وقال قبحكم الله وبدأ يسبهم ثم رأى نظر هناك فرأى مجموعة في كل بيت هناك معصية فقال له الله عز وجل يا إبراهيم قف لسانك عن خلقي لا تسبهم ولا تدعو إلي عليهم إني أبيت أسرهم وإني أصبح أغفر لهم بالله عليكم كل واحد منا كم من مرة ستره الله كم من مرة ستره الله تعالى وكم من مرة استيقظ وكأن شيئا لم يقع وشعر بأن الله قد غفر له لو شاء ربنا أن يرفع ستره على خلقه لفتضح الجميع ولا هارب الجميع ولكن رحمته أوسع فربنا عز وجل يتودد إلى الخلق ويريد منهم أن يعبدوه ويتوكل عليه إني والإنس والجن في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري أرزق ويشكر سواي خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد أتودد إليهم بالنعم وأنا الغني عنهم ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر ما يكونون إلي ثم يتحدث الله تعالى عن قوم من خلقه هم أطيب الخلق وأعز الخلق إلى الله من أجلهم خلق الله السماوات والأراضين من أجلهم خلق الله الجنة وزينها وعطرها وتستعد لاستقبالهم يا رب جعلنا منهم من هؤلاء؟ قال أهل ذكري أهل مجالستي ومن أراد أن يجالسني فليذكرني أهل طاعتي أهل محبتي الله أهل الله هم الذكرين إذا أردت أن تكون الآن الآن تصير من أهل الله وعندك بطاقة مكتوف فيها بأنك أنت رجل أو أنت امرأة من أهل الله يكفيك أن تنوي وتقول يا رب أريد أن أكون من الذاكرين وابدأ في ذكر الله ستصير جاليسا لله من أراد أن يجالسني فليذكرني الناس يتوددون إلى الخلق هذا بغي تتعرف على المقدم هذا بغي تتعرف على القيد هذا بغي تتعرف على الباشا هذا بغي تتعرف على العمل هذا بغي تتعرف على الوالي هذا بغي تتعرف على السفير هذا بغي تتعرف على البرلماني هذا على واحد المحسين كبير الناس يجريوا على الخلق بغي يجلسوا معهم ياليد اجلس معه ويتصور معه ويدير مع علاقة باش يستافد من خدماته والله وبالله وتالله إلا بغتيات الناس كلهم لذكرتهم يكونوا مسخرين لك في خدمتك ويتوددون إليك وأنت غير مجرد مواطن بسيط والله أسهل طريقة خليك مع الله جالس ربك اذكر ربك وستجد بأن كل هؤلاء لذكرتهم يكونون في خدمتك من أراد أن يجالسني فليذكرني أهل طاعتي أهل محبتي الله تعالى يجعلك من أهل المحبة ولكن أنت من أهل المحبة مع الداكرين الله عز وجل يفتح لك أبواب كل خير ويسخر لك كل شيء ويرزقك مما سألته ويعطيك ما تسأل يقول أهل الله يقول لك يعطيك ما تستحق وما لا تستحق هذا هو العطان إليه يعطيك ما تستحق وما لا تستحق ولكن ما الشأن هؤلاء العصات الناس كيشربوا الخمر كيشربوا الربا كيوقعوا في الفواحش كيوقعوا في الغصب كيدروا الدنوب ما حقيقتهم ما مآلهم يجيب الله تعالى في هذا الحديث القدسي فيقول أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي لا أقنطهم من رحمتي إن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن أبوا فأنا طبيبهم هذا كالإنسان العصي لكيدر الدنوب مالك وشأنه أترك الخلق للخالق أنت مجرد بشر إليك أنت الآن صالح ومن يدري أنك من قبل كنت سيئا كذلك كنت من قبل فمن الله عليكم ومن يدري لعلك أنت الآن صالح قد تتغير لأن قلب العبد بين أسبوعي له إن شاء هداه وإن شاء جعله يقع في الخطايا فأهل المعصية خلي ربيتهم لهم أخليهم لشفتيق دعي معه هلي ياربي استرقنا استرق وجعل الرحمة ديالك علي نوع له أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي إن تابوا إلي فأنا حبيبهم شحب له واحد كان من أهل المعصية أتاب إلى الله واستغفر وأناب وصار حبيبا لله فأنا حبيبهم ولكن كلي مبغاش كلي مستنعا المعصية كلي مازال عنيد وعاصي ما حكمه قال فإن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن أبوا فأنا طبيبهم اللي مبغاش وعاصي غير خليه خلي منه المولى ربيه والطبيب دياله الله اللي غد يعالجه أنا وأنت ما عدنا من أعطيه من قد ومن أخره لأن فاقد الشيء لا يعطيه نحن غاب شرد وعفا لكن الذي خلقه وعطاه السمع والبصر وعطاه العقل والفؤاد وعطاه الولدين والأولاد وعطاه الخيرات هو قادر بأنه يطبه ويعالجه كيف ربنا يطبب يطبب بقوله أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب كل واحد فينا يتعرض مرة مرة المصائب يتعرض لابتلاءات يقول لك أنا ما عندي ظهر أنا مستهدف أبدا المصائب لا حكم ولها فلسفة ربنا يبتلي بها عباده ليطهرهم من المعايب لأن الملكة جيك مصيبة في مصيبة ترتدع تشعر بضعفك تحتاج إلى ربك وتترق بابه بالليل والناس قد رقادوا ومن تم تتعرف إلى الله أما النعم الكثير فقد تغر الإنسان وتنسيه ربه ونعمه ربنا ينادين فيقول من أتاني منهم تائبا تلقيته من بعيد ليجاب غيتوب فعلا وقال يا ربي أنا تائب الله تعالى بحثش واحد من العائلة اشحال ما تلقتي معاه كيشوفك من بعيد وشيك يجري وفتحي الدوء وبغي عنقك يا مرحبا يا مرحبا من أتاني منهم تائبا تلقيته من بعيد ومن أعرض عني ناديته من قريب المعارضين رأى كل يوم ربك يقول له ألا تستغفر ألا تتوب كل من رك يعطيه درس كل من رك يعطيه إشارة ومن أعرض عني ناديته من قريب أقول له أين تذهب ألك رب سواي ألك رب سواي رأى زمن كورونا الآن رأى من غايته أن الله تعالى يريد أن يدرع عجزنا الدول العظمى عجزت الأطباء والخبراء ومراكز التحليل البيولوجي كلها عجزت فالغاية أن الإنسان مبقاش ينظر إلى المخلوقات يرفع رأسه إلى الأعلى لينظر إلى الخالق عز وجل أين تذهب ألك رب سواي ثم ختم بقوله الحسنة عندي بعشر أمثالها وأزيد والسيئة عندي بمثلها وأعفو وعزتي وجلالي لو استغفروني منها لغفرتها لهم هذا يسمى قانون التعوضات الإلهية الله تعالى لما يعطي يعطي بالوفرة ويعطي بالكترة وإذا حسب لا يحسب إلا بما فعل الإنسان أو يستر ويتوب ويتجاوز وقد صحى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو در الغفاري في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم قال رب العزة من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر رواه مسلم هكذا يا رحمة الله تعالى خلصة الكلام أيها الأحباب أريدكم أن لا تسمعوا لمن يردد لكم أن الله شديد العقاب نحن في زمن الكورونا بعض الناس أصيبوا باضطراب نفسي وأصيبوا بنكد وأصيبوا بقلة الحيلة ويقولون لماذا يفعل فينا هكذا هذا الذي يقع هو تأذيب وتربية وعودة سليمة إلى دائرة الإيمان إياكم أن تسمعوا بأن الله تعالى ممن يقول أنه شد العقاب نعم الله تعالى كذلك لكنه الأصل فيه أنه غفور رحيم كريم عظيم رؤوف حليم هكذا الله تعالى صفاته ورحمة وسعت كل شيء ربنا يتودد إلينا بهذه النعم ويتودد إلينا بهذه الخطابات والقلب البشري المصنوع من عند الله يقبل على من يحبه وليس على من يخافه لا ننسى أن رحمة الله قد وسعت كل شيء لهذا ندائي إليكم أيها الأحباب الكرام اعرفوا الله تعالى وأحبه لكي ترتاح قلوبكم المتعبة من المعاصي والبعد عن خالقها أحب الله تعالى ستشتشعروا عبارة أحد صالحين ماذا قال؟ قال والله ما صليت صلاة إلا واشتقت لما بعدها هذه علامة المحبة إذا أردت أن تعرف نفسك هل أنت محب لله والله يحبك أنك ما صليت صلاة إلا واشتقت لما بعدها تقول متى يحين وقت الصلاة للقاء الحبيب للقاء الله عز وجل اللقاء مع الله وسترى بأن قلبك ينبع بالإيمان واليقين وسيملأ الله بالفرحة ويملأ الله تعالى بالمحبة حتى لا ترى إلا الله في الوجود كله حتى أمواتكم ترونهم يتناعمون في ضيافة الرحمن ونحن في الدنيا نتنعم في نعم الرحمن نسأل الله تعالى أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا ويكره إلينا الكفر والفسوق والعسيان ويجعلنا من عباده الراشدين قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب العالمين ترجمة نانسي قنقر